السلام عليكم نشوف دائرة تانية من دواية ترانزيستر هي دائرة الاميتر فالور او كومن كوليتر او يسمو فاها البافور عندها عدة اسامي وعرفنا علاش وعارفين علاش طبعا في الكترونية واحد وحنشوف علاش توا وعلاش نستعملاتها وكيف نستعملها اول شي قبل ما نحلل نبدأ نشوف الدائرة هادي نحللها اول شي احنا قبل نبدو نحلل وكيف ما تعودنا في الدوائر فاتوا ان احنا قبل نحلل نستحق يعني علاش نستحق لانا عندنا مقاومة الديناميكية باش نوصل المقاومة هي اللي بدنا نستحق تحليل الدي سي به لهذا ديرنا تعودنا في كل فيديو اني الراجع الالكترونية واحد او الراجع التحليل تحليل تحليل الدي سي اول شي نقدر نحللها هكي نطبق كيفي الهكي او نقدر يعني نبيل اي بي او نقدر نفكها يعني مصدرين هماء نحولهم هكي يعني نفك من بدل مصدر واحد يبدو مصدرين نفكها يبدو مصدرين باش نبقى متابعوا معايا افضل باقي عندي هنايا لاحظوا في حاجة في الدائرة هادي دي مل اوت بتوين على الار اي اليميتر فالور والانبط على البيس باقي احنا قلنا من كل واحد ما نخلولها مصدر بروح احسن هيكي ار بي اه هو المصدر قلبناك يعني المقاومة هي شن درنا لها مش هنا هيك ليه المقاومة هادي كانت هيكي جبناها هيكي بس ما درنا شي با اه شن نديرو توا اه نسموه هدا في العادة نسموه هدا في سي سي الانا مربوط بالسي وهناي نسموه في سي سي هو افروض نسموه في بي 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 بس بما انها نفس المصدر نحنين اللي التحليل غرض التحليل بس فكيناه هادي نخلوه في سي سي تمام نشوفوه نطبقو كذيل هنا يعني موجب سالب لانا تيار يطلع بالموجب موجب سالب هناك تيار اللي مار هناش اسمه اي بي والتيار اللي هنا اسمه اي اي انه موجب سالب نشوفو يعني كم يبدأ في سي سي مصر ناقص الجودة على المقاومة هي شنه هو التيار اللي مار فاها في المقاومة بح ناقص اللي الجودة اللي هناك كم مضروف المقاومة نفسها اي اي يساوي زيرو بح يعني نبي ما نبيش نبي كله نبي يعني يعني شنه علاقة الاي اي بالاي بي حللنا زي يا وقبل البي زي سي يساوي ماينس الاي بي في الار بي ماينس بوينت سبع عارفين ان علاقة الاي بي بالاي اي بي هي عبارة عن بيتا زايد واحد اي بي هي نفسها الاي اي اي في الار اي باهي شن عندي تاني يعني هنا يا عندي عندي هنا اي بي وهني اي بي نقدر ناخده معامل مشترك بشارتهم يعني عندي ناقص هنا وناقص نقول الاي بي شنقعددي هنا شنقعددي الاار بي شنقعددي هنا زايد بيتا زايد واحد شنقعددي ار اي شنقعددي اي تاني خلينا الفي سي سي قعددي ماينس سبعة يساوي زيرو باهي يعني هادا نحول تطرف التانى نبيه بروحة في صرف البروحة. معنا زايد بيتا زايد واحد. تمام. شو نبيه يساوي? يساوي. ناقص سبعة. هني نبي بروحة. يعني نقسم على هذا كله. بروحة. شو يساوي? ناقص سبعة. تحليل الكهربائي. الار بي. نفسها. كلا حطوا نفسها هو قانون. في الار اي. وهذا القانون والهل اللي نستحقينه في الدائرة. في الدائرة هي. علاش نستحق فيه القانون لان ديما نبي ننصل الار اي. والار اي عارفين احنا اني عبارة عن ستة وعشرين ميلي فولت على الاي اي. وعارفين اني بش ننصل الار اي اي هي عبارة عن بيتا زايد واحد اي بي. اي بي. وهذه الاي بي هاللي استنتجناها وهي نستنتج فيها في كل الدائرة. تمام هذا كان مراجعة لجزية الدي سي اناليسي. تمام احنا نرجع لموضوعنا اللي هو تحليل �로 دائرة الائي سي به. الاي سي اناليسي نرسمه دائرة مش جديد. هادي الدائرة. هادي دائرةzięki دائرة. عندي هانية الاوتبوت. اه وهناي عندي اه مفيش مقامة بالار سي. عندي هانية البي اه في سي سي وهناي الار اي وهناي 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 وحناي عرفنا باش نحلل نحول الدايرة كيف نحول الكبسر يولي والمصادر نوصلها يعني شي ساوي الدايرة تولي كالشكل الاتي. يعني تولي اداء ترانزيستر. هذا الشورت وعندي الار بي وعندي هنة 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 شورت وهنة خلاص نرسم الدايرة المكافية لمنو للترانزيستر. الدايرة المكافية للترانزيستر شن تساوي? طبعا هنة بنفرض حاجة. يعني بنحلل الاساس ان الار او اكبر من عشر اضعاف شنو هنة فيه? شن فيه في جيت الار اي اكبر من عشر اضعاف الار اي. يعني نفرض ان الار او كبيرة هلبة. يعني اكبر من عشر اضعاف الار او نفرض ان هذا شرط متحقق يعني بنهمل الار او. يعني لما نهمل الار او شن الدايرة المكافية ليه? الترانزيستر اللي البيتا ار اي. وعندنا مصدر الي والاي سي او البيتا اي بي. وعندي هنة شنو هدي قرف? هاد طرف السي وهد طرف الاي وهد طرف البي وهنة من داخل الاي بي. تمام نفس القصة هنايا شنديرو? هنة عندي السي وهنة عندي البي وهنة عندي الاي. تمام نشوفو باش نوصل للقراوند. ندبع زى قبل بش نوصل للeducried نديرو مثل CloseLY Bridge here. بش نوصل للجراون النجل في في ا ار اي. بش نوصل في ار اي بأب. بالس بش نوصل للجراوند شن فيه في شورط بأ. البي بش نوصل للجراوند مني اشаг an اسمها ار بي. البي بش نوصل للجراوند شن فيه. فيه نمر على الار بي بعضين منوصل ايه? يعني فيه. يعني هذا تمام. احنا اتعودنا زي قبل احنا قلنا نتعاملوش مع مقاومات نتعاملو مع هني معاش قلنا نتعاملو معها وعرفناها في قلنا نتعاملو معها تبدأ شنسمها لاننا نتعاملو معها واستنتجناها ان هادي اول ما نشوفها نقول لها بيتا ار اي مش ار اي بيتا ار اي وزا هي نفس فكرة هادي هي نفسها فكرة هادي لاننا نتعاملو مع وعرفنا السبب واستنتجناها. بحي. الاوتوت ويم كانا لاحظو امكاني الاوتبت على ميتر مع ازا قبل نقول الاوتبت هني لا الاوتبت على ميتر يعني الاوتبت ويم كانا هادي اختلاف هني هني البي اوتبت. تمام. نشوفو نبدو نحللو. الاوتبت زي قبل هيكي ونحمل جزيه الاوتبت يعني نهم الاوتبت شن بيقعد فاها? بتلاقيني عار بي بتلاقيني مقاومتين هادم توالي. يعني زد مبت شنساوي العار بي توازي عار بي شنبدي وزاها مقاومتين هما. الي بيت عار اي سمول زايد بيت عري اي كابتل او ناخدها البيتا عامل مشترك طول الي العار ي سمول زايد العار اي كابتل. تمام شن عندي تاني. الار بي هنا. ار بي. بح. زد اوتبوت هنا تفرق معي معزة قبل. عايش نقدر ناخد الاوتبوت من هنا. لا ناخد في من هنا. واشبح معي هنا شن صاير هنا. هنا مشترك المقاومة هي مشتركة بين الانبت والاوتبوت. يعني ما نقدرش نلغي نقول جهة هي. ما نقدرش. لكن نقدر نطلع لها دائرة مكافية خاصة بها بينها في النص. نعرف انه التيارة اللي ما رفعها. اللي هو مجموعة لهذا وهذا. مجموعة شن هو? يعني نربط العلاقة بينها ماء الدخل والخرج. يعني شو بيساوي يعني نعرف ان اي 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 شن يساوي? قلية نربط علاقتها بالبيتا زايد واحد اي بي. درتها مباشرة اني بنربطها بالاي بي لانه هو التيار اللي ما عندي. ما يفرقش زوز نفس قوانين يعطوا نفس الزوز نفس الحل. به. الاي بي شن يساوي ما هنا? الاي بي هنا شي يساوي. نعرف انها في دائرة زايرة مغلقة. ما انها عندي مصدر. عندي مقاومة. لما نقول نبي التيار عبارة عن المصدر جود على مجموعة المقاومات. كان عندي يكتر من مقاومة. لما هنا شن عندي هنا يا? يعني نبي الاي بي هنا. الاي بي شن يساوي? علاقتها بالفي. هو الفي انبط على مقاومتينها. ما في انبط على كم? ناخدها عامل مشتر قطول. ار اي سمول زايد ار اي كابت. خلاص ناخدها. هادي الاي بي نعوض بها هنايا. يعني الاي اي سمول يساوي. هادي الاي بي سمول حتي ايه ما لشي. سمول لاني تعمل مع الاي سي. الاي اي شي ساوي البيتا زايد واحد. الاي بي كما طلع لي? في انبط على البيتا ار اي سمول زايد الار اي كابتل. فالبيتا زايد واحد هي نفسها بيتا تقريبا. علاش? لما نقول مية ولا مية وخمسين زايد واحد. هي نفسها مية وخمسين او مية واحدة وخمسين. ما فيش فرق هالبا. للتسهيل حنقربها احنا. يعني الاي اي شنجي ساوي? البيتا في امبط على البيتا ار اي سمول زايد الار اي كابتل. البيتا تلفش مع البيتا شنبي كواتفاها? البي امبط على الار اي سمول زايد الار اي كابتل. با. تمام. نشوف وتوا. نجيب ورق. با. نشوف وتوا. المعادلة اللي وصلنا لها شن هي? وصلنا ان ال اي اي تساوي ال في امبط على الار اي سمول زايد الار اي كابتل. شن هي وهدا كل اللي ندير فيها لاش نبي العلاقة اياه شن علاقتها بين الزوز هما? لان البي اوت هني حالي مطالب هني اشبه البي اوت وامكانه مطالب نجيبه على الار اي يعني البي اوت بتهو هنيه لما نتكلم عن زد اوت بتهنه. يعني زد اوت وعنده ما رفعها تيار ليه علاقة بالادنين هما الزوز يعني العلاقة باليوم بتوليه علاقة بالاوتبوت. يعني نستحق ندير دائرة مكافية. معادلة هاد هي نفسها نقدر ندير لها معادلة اه رسمة ولا اه دائرة. هني الار اي الار اي كابتل. مثل بي اوت بتهنيه. اه البي امبت. هادي نفسها المعادلة. يعني المعادلة رسمت لها دائرة. يعني اي 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 اللي هو هو. اي 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 شين يساوي? المصدر هذا المصدر على مجموعة المقاومات. المقاومات اللي ار اي اسمه زي ار اي كابتل. واني الار اوت يعني الاوت على اي كابتل. بي خلاص من هني هنقدر نجيب خلاص. معاش نتعامل مع الدايرة اللي اولا هادي دائرة مكافية اللي خاصة بجزية الاوتبوت. الدايرة هادي متخاصة بجزية الاوتبوت. الان بتتعمل معا عادي. لكن الاوتبوت مين بما انه جاي بين الاتنين. نسحقنا انه نديرو مدايرة مكافئة ليه. با معلومية التيارات اللي يمروا فيه. لما نسحق زد اوتبوت معروف لما نجيب لما نجيب المعاوقة شين يصير للمصادر الجهد يولو يعني بتولي يعني هكي هدي اري اي سمول والار اي با. يعني مسحق المعاوقة اللي هنا يا. شو بتساوي? المحق المعاوقة هنا يا. شان علاقة المقاومة هادي بهادي? هل ما? توازي. يعني زد اوتبوت تساوي الار اي كابتل توازي الار اي سمول. هادي صغيرة وهادي كبيرة نقدر نقول لنا تقريبا لنا معروفة هادي ديما بالاوم وهادي ديما بالكيلو. هادي بالاوم يعني بتكون خمستاش عشرة تسعة توصل العشرين. يعني ديما صغيرة ومعروف ان التوازي اي مقاومتين ديما التوازي يعطي اصغر من اصغر مقاومة. يعني كم يساوي? تقريبا اري سمول. بح نبيل اي في. ال اي في. ال اي في. شنه يساوي? ال في اوتبوت على ال في اموت. بح. ال في اوت قلنا خلاص نتعامل مع جهزية ال اوتبوت تيما مع الدايرة هي. لانها جاية في النص المقاومة. بح. ال في اوت وين? بيكون على المقاومة الار اي. نقدر نستعمل القانون مجزة جهد شنه يساوي? الجهد على المقاومة هي شنه يساوي? المقاومة على مجموعة المقاومتين مضروف في المصدر. يعني اي في يساوي المقاومة شنية ينبقي الجهد عليها هي certainly على السرعة زايد vedي little. ومضروف في المصدر شنهو? ال في امت. على. فضل في امبت لاحقه. الفي امت. تتمشي مع الفي امبت. نقدر نقول لي حاليا نقدر نمشيناتعامل مع الامبete. كان نبيونات انتعامل مع الامبت تعمل مع هما دايرة نتعامل معها. انتعامل مع الدايرة هي نقدر نتعامل مع الامبت هو عباره عن شنو الطيار المقاومتين اهما. لكن بما لانها مقاومة جاية بين الاتنين يعني في عندي هي نفسها فيه امبت ومع الامبت القانون بيمشي الامبت مع الامبت القانون لها ده بتقعد مقاومة مباشرة يعني شو بيقعد لي? الـ A V تساوي الـ R E على الـ R E زايد R E small لاحظوا هنه الـ R E هذه دي ما صغيرة كبير زايد صغير يعني ما نقول 3000 زايد 10 ما هي منيش العشرة يعني نقدر نقول تقريبا الـ A V هي الـ R E على الـ R E نقدر نهملها لما هادي كبيرة مع صغير الجمع نقدر نهمل الصغير في التوازي نهمل الكبير في الجمع نهمل الصغير بح هادي الـ R E على الـ R E بشي هو نفسها يساوي تقريبا واحد بحي مداما هادي كسبها واحد يعني شنه هي هادي قبل ننتقل على شنه هي دايرة هادي الإشارة هنه موجب او سالب لاحظوا هنه يعطيت بالموجب موجب هنه شنطلح موجب موجب إشارة قاعدة زي ما هي يعني الناتش شن بيطلح العلاقة بين الانبت والاوتبت شنه هي انفيس او زاوية الطور قداش سفر يعني تعطيه موجب يعطيه موجب تعطيه بالسالب يعطيه بالسالب ما هي هنه زدهم بتمتعها شن طلعناها هنه زدهم بتمتعها شن طلعناها طلعنا زدهم بتمتعها انه هو الـ R B توازي البيتا R E سمول زايت R E كابتل والزد اوت شن طلعناها هالي الـ R E توازي الـ R E سمول او قلنا تقريبا هي الـ R E سمول والـ A V طلعناها تقريبا هنه هو واحد ايه شن الفايدة من الدايرة هي لاحظوا معاي الكسب معنداش يكسب بس اشبحه معاوقت الخرش تعتبر بسيطة صغيرة تكاد تكون معدومة عشرة غوم يعني لا شي بس معاوقت الخرش شنو معاوقت الداخل شنية هنه كبيرة هنه صغير زايد كبير ناخد كبير يعني بالكيلو زايد عشرة اوم يعني هذا كله شن بيعطي ناتج كبير كبير مع توازي رقم كبير مع توازي مع رقم كبير بيعطيه كبير الدايرة هادي معاوقت الدخل متاحها كبيرة معاوقت الخرج متاحها صغيرة وما فهاش كسب باش نسفيد مننا الكلامه هو نسفيد مننا اني لما نبي عندي اي دائرة او مصدر باهي او دائرة في العادة نساعمل الدايرة ما تنفعها طعتي في خمسة فولت نبي نوصلها بدايرة تانية نوصلها إذا وصلتها مباشرة هنا الخمسة ما توصلش خمسة كاملة هنا لا حصل لها دروب مرة توصل أربعة توصل أربعة فاصل اثنين توصل أربعة فاصل ثلاثة توصل ثلاثة فاصلة حاجة يعني بيصير دروب للإشارة بش نمنع بش نمنع الحدود هالشي نوصل في دايرة دايرة أميتر فالور شتيرة هي لأن هنا معاوقة دايرة هادي تأثر مع معاوقة دايرة هادي بيصير بينهم علاقة بيصير فيه دروب للجهد غير معاوقة السلك هنه شي نصير هيا البفر شي نزير خمسة الفولت بين أي دايرة أو دايرة wifi نوصل أميتر فالور وضيفتها هادي لما نعطي خمسة هنه بتوصل خمسة هنه بتوصل خمسة هنه لان هنا معاوقة الدخل المتاحها عالية وهنه بالنسبة لهządu معاوقة الدخل المتاحها عالية والنسبة لهذا معاوقة الخارج بيصير اش يصير او ميصير شي العلاقة بين الزد امبط التأثير بسيط يعني الجهود هناش هي بيصير لها كأننا بيصير عزل بين الدائرة هذه والدائرة هذه بشي بيصير إلهم بين الدائرة هذه دائرة هذه يعني شوي بيصير كأننا نسعمل فيها في الربط الخمسة هنين ببقاها توصل خمسة هنين بيصير ضرب بسيط ما نهملو فيه. ماهمش. باش نوصل خمسة بولتاني اه. باش نوصل بين دائرة ودائرة دي ما نحط دائرة الاميت الفالور بينهم. هي دائرة هادي استعمل في الربط. علاش? بس ما يصيريش ضربة اللي نحكوا عليها واه الجهدة واه. باش يصير عزل. يعني كيف? بسبب ميزتها في معاوقة الدخل متاحها عادي ومعاوقة الخرش متاحها شوية. بهكي بحيط معا يصير عزل ما يصيريش معاوقة الدائرة هادي مزا ترش مع معاوقة الدائرة هادي بيكون الجهد تقريبا نقولو نفسه. وهكي نكونو اختينا فكرة او لمحة عا الدائرة هادي. وان شاء الله نتلاقوا فيديو جاي مش رح اه مثالة له.